موسيقى موسيقى أهلا بكم يجمع مراقبون على أن هدف نتنياهو من الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا استدراج أمريكا إلى الصراع وتوسيع المواجهة البيت الأبيض سعى للتنصل من أي علاقة وأكد أن الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في الضربة الإسرائيلية وفي مجلس الأمن شبوا إجماعا على رفض الاعتداء الإسرائيلي فيما دعت روسيا إلى إدانته وحذرت من النيات الإسرائيلية كذلك حذرت الصين من تبعات الاعتداء على أمن المنطقة فيما كان لافتا ما قاله قائد الثورة والجمهورية الإيرانية عندما توعد كيان الاحتلال بالعقاب على أيدي رجال إيران الشجعان أما على جبهات الإسناد لفلسطين فتتصاعد العمليات النوعية على الجبهات اللبنانية واليمنية والعراقية قبل أن نناقش كل هذه التفاصيل نتابع هذا التقرير خرق جديد للقوانين والمعاهدات الدولية على يد إسرائيل هذه المرة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تلك التي أصبحت إسرائيل ملزمة ببنودها عام 1996 تدرك إسرائيل جيدا أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق يتجاوز كونه عضوانا على موقع إيراني أو أرض إيرانية وفق الأعراف الدولية بل يتخطاه بأبعاده إلى الرسائل السياسية والأمنية الاستهداف يؤكد مجددا أن الأمم المتحدة بمجالسها وهيئاتها ومؤسساتها عاجزة عن لجم إسرائيل وانتهاكاتها فالاحتلال يعي جيدا الخطوط الحمر التي يتجاوزها على المستوى الدولي من خلال التعرض لمقار البعثات الدبلوماسية ومع ذلك أقدم على عدوانه بكامل وعيه وإدراكه يمارس الاحتلال الإباتة الجماعية في غزة وبتخطيط وتفكير وعن سابق الإصرار والتصميم يعمد الاحتلال إلى قتل الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع وبكامل وعيه وإرادته يستهدف منازل المدنيين في لبنان رفع صقف الاعتداءات باستهداف القنصلية الإيرانية لا شك في أنه اتخذ بموافقة المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب بمختلف توجهاتهم السياسية بعيدا عن حسابات الموالات والمعارضة ولا يمكن أن يكون قد جرى إلا بضوء أخضر أمريكي بعد الاتطلاع على كامل تفاصيل العضوان وأن حاولت واشنطن التنصل من معرفتها مسبقا بالهجوم لا يمكن أن يتم هذا العمل بدون أن يكون هناك ضوء أخضر أمريكي وأيضا تشاور وغرفة عمليات مشتركة نتنياهو يدرك جيدا عواقب الضربات هذه وربما يسعى من خلالها إلى جر إيران لرد حتمي يتخذ منه مبررا للتصعيد والدخول في حرب ضدها لبل أبعد من ذلك فإن إسرائيل تحاول من خلال جرائمها المتكررة جرى الولايات المتحدة لمواجهة مع محور المقاومة وعلى رأسه إيران إذا استطاعت إسرائيل ونتنياهو يريد ذلك أن يستدرج الولايات المتحدة إلى حرب يعني إذا فتح حرب مباشرة مع إيران ستضطر الولايات المتحدة إلى الدخول إلى جانبه وهناك خطط عسكرية موجودة منذ فترة طويلة لكيفية ضرب إيران التهور الإسرائيلي الذي تجلى في الساعات الأخيرة في استهداف القنصلية الإيرانية وخرق القوانين الدولية يعكس محاولة من الاحتلال لإحراز أي هدف يبدد به خسائره المتتالية في القطاع منذ بدء العدوان فهل تنجح محاولات إسرائيل هذه؟ وأي مستقبل قد تشرف عليه المنطقة والعالم وسط تقويد حاد للأمم المتحدة؟ لمناقشة هذه التطورات المواقف ينضم إلينا في السوديو مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والأحصاء السيد زكريا حمودان أهلا وسهلا بكم ومن لندن ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور نهاد خنفر ولكن للبداية سنطلع على التطورات الميدانية والإنسانية من رفح مع الزميل الصحفي علم الدين صباح تفضل زميل علم الدين نعم أيهم بالطبع الغارات الأسرائيلية لازالت متواصلة وصوات الانتجارات لم تهدأ في المناطق الجنوبية والوسطى لغطاء غزة حيث تواصل المدفعية الإسرائيلية قصية لمناطق واسعة من مدينة ثانيونس فيما أيضا تقوم بنسف مربعات سكنية في مناطق مدينة ثانيونس حيث يسمع صدى هذه الانتجارات بشكل واضح في مدينة رفح جنوبية تطاع غزة وفي المنطقة الوسطى لا سيمة مناطق دير البلح ومناطق المغازي في المنطقة الوسطى حيث يسمع دوي هذه الانتجارات بشكل واضح جدا فيما أيضا انتشرت الطاقم الطبية عدد من الشهداء من مناطق متفرقة من مدينة خانيونس زراء القصف الإسرائيلي المتكرر فيما لا يزال هناك عدد من الشهداء أيضا في الشوارع والطرقات في مدينة خانيونس لا يستطيع أحد الوصول إليهم بسبب كتافة الغارات وكتافة القصف المدفع الإسرائيلي الذي تتعرض لهم مدينة خانيونس منذ عدة أشهر فيما جددت قبل قليلة المدفعية الإسرائيلية قصفها للمنطقة الشرقية لمدينة دير البلح في المنطقة الوسطى حيث يسمع دوي انتجارات بشكل واضح جدا حتى هذه اللحظة في المنطقة الوسطى فيما ارتفع عدد شهداء قصف شقة سكنية في برج الاتحاد 2 في مخيم النطيرات إلى 6 شهداء بينهم امرأتين وطفل وصلوا إلى مستشفى شهداء لقصة في المنطقة الوسطى بالإضافة إلى عدد من الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى هذا المستشفى فيما ايضا تواصل المتسعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمناطق واسعة من المنطقة الشمالية لقطاع غزة حيث ايضا تسمع دوي عدة انتجارات في هذه المناطق نهيك ايضا عن القصف المتسعي المتواصل على المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عام حيث ايضا تسمع دوي الانتجارات بشكل مكستف من بعد ساعة إسطار يوم أمس الثلاثاء وحتى هذه اللحظة ايضا وصل أمس عدد من ضحايا الأجانب الذين قتلوا في غارة إسرائيلية أمس الثلاثاء إلى مشفى النجار تمهيدا لدفنهم يوم غد أو بعد غد أو حتى المنطقة لحيلهم إلى المناطق التي أتوا منها الدول الأوروبية حيث قام الاحتلال بطسهم بشكل متعمد في منطقة دير البلح في المنطقة الوسطى دون أن يعطي أي اهتمام إذا كانوا أجانب أو حتى فلسطينيين وهذا ما يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يسهدف جميع من يتواجدون في قطاع غزة حتى إذا كانوا رعاية أجانب وأتوا إلى الخطاع لتقديم الخدمة الإنسانية أو المعونات الإنسانية إلى النازعين الفلسطينيين علما أيهم بأن بعض الجلسيات الذين ينتمون إليها هؤلاء الرعاية الذين قضوا قبل يومينهم ينتمون إلى دول أوروبية هي بالفعل تدعم الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل وبالأسلحة التي تقصد فيها قطاع غزة منذ عدة أشهر هذه صورة الوضع الكارثية إذا تحدثنا عن صورة الوضع الميداني وعن تواصل القطس الإسرائيلي أما من الناحية القطاع الصحي أو كارثية القطاع الصحي فقطاع غزة يعاني من كارثية في الوضع الصحي لا سيما مع خروج عدد من مستشفيات قطاع غزة عن العمل بشكل كامل والتي كان أهمها مجمع الشفاء الطبي في غربي مدينة غزة المجمع الأكبر في فلسطين وفي قطاع غزة خرج عن الخدمة بشكل كامل نتيجة القصف الإسرائيلي وإحراق أقسامه من قبل الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام كما لا يزال أيضا مستشفى ناصر الطبي الذي يعتبر العمود الفقري لسطاع الصحي في المناطق الجنوبية خارج عن العمل وأيضا مستشفى الأمل الذي قامت قوات الاحتلال بإغلاقه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية قبل عدة أيام لازال أيضا خارج عن العمل هذه أيضا من الناحية الصحية أما من الناحية الإنسانية فبالطبع متحدث عن كارثية في الوضع الصح الإنساني نهيك عن وجود عدد كبير من النازعين في خيام لا تقي من برد الشتاء أو حتى من حر الصيف وهي مجاورة أو بعضها مجاورة للحدود المصرية أو منطقة محور صلاح الدين أو ما يسمى محور فلاديلسيا والذي يتم قصفه من قبل الطائرات الإسرائيلية بين الحين والآخر أو على مدار الأيام السابقة مما أدى إلى وجود كان إصابات أو حتى ارتقاء شهداء جراء هذا القصف الذي يستهدف هذا المحور أو هذه المنطقة القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية هذه صورة الوضع حتى الآن أيهم مع تواصل حتى تحليق الطائرات الإسرائيلية يعني أثناء حديثي قبل قليل كان هناك تحليق منقصد جدا لطائرات كواد كابتر في المناطق الشرقية لمدينة رفح لسيما المنطقة المحيطة بمستشفى النجار سمعنا صوت هذه الطائرات وصوت مراوحها بشكل واضح جدا قبل نحظات هذه طورة الوضع حتى الآن أيهم مع تواصل الغارات الإسرائيلية رضهم للدهس بالقرب من مستوطنة كغاف يائير قرب قلقيلية في الضفة الغربية وأحد المصابين بالعملية في كغاف يائير أصيب بجراح خطيرة سنكون معكم في تطورات هذه العملية بأخبارنا العاجلة أولا بأول أرحب بضيفي وأبدأ معك دكتور نهاد خنفر أهلا وسهلا بكم الأكاديمي والمحلل السياسي من لندن دكتور إسرائيل تصر إذن على نهج التمادي في انتهاك القانون الدولي سواء في قطاع غزة جريمة مجمع الشفاء التي تكشفت وكذلك جريمة استهداف الطاقم الإغاثي الأجنبي في قطاع غزة وجريمة أيضا أخرى تضاف لها في استهداف القنصلية وعملية الاغتيال في دمشق ما الذي يجعل تل أبيب تتمادى بهذا الشكل المتصاعد برأيكم هل هو مدروس ومحسوب العواقب برأيكم بالنسبة لإسرائيل أم هو تخبط هو جزء من عملية التخبط التي دخلت بها دولة الاحتلال بعد الفشل المتراكم منذ السابع من أكتوبر لأن هذه الحكومة والجيش وأجهزة الأمن يعني العقل الاستراتيجي في إسرائيل قدم عددا كبيرا من الأهداف التي وضعها في بداية حرب الإبادة على قطاع غزة لتحقيقها ولكنه في حقيقة الأمر لم يحقق أي من هذه الأهداف على الإطلاق يعني كافة الأهداف أو ما تسمى بالإنجازات كانت إنجازات متواضعة تضع رابع أو خامس أقوى جيش في العالم في فخ الفشل المتراكم وكسر هيبة هذا الجيش وبالتالي كل ما ينتج الآن من أعمال حربية أخرى سواء في توسعة الهجمات في لبنان أو مهاجمة الكنسولية الإيرانية في دمشق والإيغال في دماء الناس من خلال الإبادة الجماعية الواسعة في قطاع غزة هي تعبير عن الأزمة الحقيقية التي يمر بها الكيان يعني الكيان كدولة عميقة وليس نتنياهو على وجه التحديد وأنا في الغالب أرى بأن الحديث والتركيز على نتنياهو فقط هو فخ من الأفخاخ التي وقع بها الكثير من المحللين لتحميل نتنياهو أو التركيز على نتنياهو لتحميله مسؤولية هذه الإبادة والتخبط الذي يجري سواء في قطاع غزة أو في لبنان أو في غيره الآن كما تحدثنا في توسيع أو تعميق الهجمات العسكرية ضد الكنسولية الإيرانية في دمشق وبالتالي نعم أنا أعتقد أنها جزء أساسي من عملية التخبط لأن دولة الاحتلال تريد أن تخطو خطوات إلى الأمام أو تهرب إلى الأمام بأن المساءلة الآن عما يجري في قطاع غزة بأن مجموعة الأهداف لم يتم تحقيقها على الإطلاق وإن كان هناك إنجازات فهي إنجازات متواضعة لا تليق على الإطلاق بكل هذا الهيلمان العسكري والأمني الذي تحدثت به دولة الاحتلال عبر 75 سنة مضت وبالتالي من المرجح أنهم قاموا بتوسيع هذه الضربات حتى يعني يحرفوا بوصلة المتابعة إلى مدايات جديدة لربما يستطيعون من خلالها تغيير وجهة الصحافة الدولية والمحللين السياسيين وكذلك الدول التي تقوم بالنقد المتواصل لسياسة دولة الاحتلال في قطاع غزة وبالتالي فإن كل هذه الأعمال من الممكن قياسها بالمنطق الأمني أو المنطق العسكري فلا تجد لها أي مبررات وبالتالي فالفهم الأوسع لهذه العمليات يأتي من خلال فهم بأن الدولة العميقة في إسرائيل قطعا هي التي تخطط وهي التي تتخذ القرارات وربما أن هناك بعض الترتيبات التي تتعلق بطريقة التفكير الاستراتيجي في إسرائيل وهو تحميل نتنياهو شخصيا هذه المسألة حتى يتم التركيز على شخص نتنياهو وتجاهل بأن المنظومة الاحتلالية الإسرائيلية هي المسؤولة بشكل كامل عن مثل هذه العمليات وتحديدا بأن التوسع في اتخاذ مثل هذه القرارات وهذا يعتبر هجوم استراتيجي ليس هجوما تكتيكيا يقع ضمن قواعد الاشتباك أو ما يعرف عنها ضمن ضوابط الاشتباك وبالتالي الخروج إلى مثل هذا النوع من الهجمات والهجمات كانت نوعية أولا بصفة المكان اختراق القانون الدولي أو القوانين الدبلوماسية المتعارف عليها ونوعية الأهداف التي تم اغتيالها يعني القادة الذين تم اغتيالهم هم قادة من رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني وبالتالي هذه العملية ذات أبعاد استراتيجية وليست مجرد هجوم تكتيكي يهدف إلى توسيع قواعد الاشتباك إنما هو خرق حقيقي لقواعد الاشتباك لا أعتقد بأن الأمريكي كان بعيدا عن هذه الضربة لأنها أولا ضربة استراتيجية نعم سنناقش في مسألة المواقف الأمريكية وما يصدر عنها من تصريحات ومحاولة النائم النفس أقل فيما يخص مسألة القنصلية أو العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق ولكن نحن نشاهد الآن على الهواء مباشرة يعني من مكان تنفيذ العملية عملية الدهس في كوغاف يائير هذه الصور من مكان عملية الدهس حيث وصيب أربعة وأربعة إسرائيليين وأحدهم بجراح خطرة قرب قلقيليا ويبدو بأنه في داخل أراضي الثمانية وأربعين وليس في الضفة المحتلة بحسب الموقع الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام العبرية سيد زكريا حمودان أهلا وسهلا بكم مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والأحصاءات ضيفة في الميادين يعني إجراءات إسرائيلية عدوانية تطال الجميع كما نلاحظ هل هو غياب الإجراءات الرادعة برأيكم لتل أبيب ما يعزز تماديها بهذا الشكل داخل فلسطين وفي المنطقة ولماذا لم نلمس تحرك جدي فاعل من قبل بعض الأطراف المعنية والمتضررة من الأفعال الإسرائيلية لا شك بأنه تحياتي لك ولي ضيفك الكريم لا شك بأنه لا يوجد غياب للإجراءات الرادعة محور المقاومة الآن هو في معركة وجبهة لبنان مثال عن الردع الذي يقدمه لا نتحدث عن محور مقامة أقصد طبعا من تضرروا بالمسألة القصف الإغاثي أقصد الدور الحليفة لإسرائيل وغيرها المجتمع الدولي اليوم لا يمكن حتى التطرق لموضوع وكأنه خرقنا القانون الدولي لا يوجد شيء اسمه خرق للقانون الدولي لأن القانون الدولي سقط أمام هذه الجرائم التي تحصل في قطاع غزة ما يحصل في غزة من جرائم من خروقات لحقوق الإنسان لجميع الحقوق ولجميع القيم العالمية سقطت حتى عندما نتحدث عن وكأنه إذا قصفت الكنسولي وكأنه هذا الخرق يعتبر كأنه معيار بالنسبة للعدو الإسرائيلي العدو الإسرائيلي خرق جميع المعايير ولكن أهمية ما حصل في هذه الضربة هو الذي يعطي الصورة الجديدة في المنطقة لأننا أمام مشهد جديد كما تحدثت عن موضوع الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي أو التخبط الأمريكي أمام ما حدث له معيار بأن الأمريكي لا يريد أن ينجر إلى معركة في هذا التوقيت سواء بالنسبة للداخل الأمريكي ولكن أبعد من ذلك على المستوى العالمي الاقتصاد الأمريكي سواء الداخلي أو السياسة الخارجية الأمريكية على المستوى الجيو اقتصادي في أزمة كبيرة اليوم ما حصل هو هروب إلى الأمام عنوانه الأساسي هروب إلى الأمام ولكن المعيار الذي وضع العنوان الذي طرحه سماحة السيد القائد كعنوان للمرحلة المقبلة وأنا هون رح أقول لك أنه في بعض التسريبات عن استنفار للوحدة الصاروخية والعنوان الذي طرح إذا كمنا بكراءته بطريقة واضحة هناك رد حاسم هذا الرد عندما يتحدث السيد القائد عن أن العدو أن الكيان سينال عقابه على أيدي رجالنا البواسل بحسب بعض المصادر المطلعة جدا في إيران هذا يعني بأنه أولا أول مرة تصدر في البيانات هذه الجمرة يعني كثيرا سيكون الرد إيراني بحث وهو حتمي الصقف الذي وضع هو أهم الشيء بكل الردود التي صدرت الصقف الذي وضع من خلال السيد القائد الإمام الخامنائي واضح جدا بأنه سيكون هناك رد مختلف ومغاير وحتمي وكلمة رجالنا البواسل إذا راجعنا البيانات التي صدرت عن السيد القائد في السنوات الأخيرة وفي العمليات الأخيرة التي حصلت هذه الكلمة لها معيار أساسي ورئيسي فلذلك المنطقة أمام مشهدية جديدة ولكن ما قبل هذه المشهدية إذا نظرنا إلى واقع الكيان وضيفك تحدث عن نقطة مهمة بأن الأزم اليوم أو الكيان اليوم في خطأ كبير عند البعض بأنه يتحدثون عن نتنياهو كلا الحديث ليس عن نتنياهو الحديث هو عن الدولة العميقة عن استراتيجية البيانات المتحدة الأمريكية في المنطقة لأن البيانات المتحدة الأمريكية لم تتوقع بأنه أن يكون مسرح العمليات بعد 7 أكتوبر كما هو الآن الإسرائيلي لم يحقق في قطاع غزة مساحة 365 كم مربع لم يحقق أي إنجاز عسكري في المقابل على مستوى المفاوضات مصر قطر البيانات المتحدة الأمريكية كل الضغطات الدولية لم تعطي أي نتيجة على مستوى ساحات محور المقاومة ما يحصل في البحر الأحمر يعني البعض يركز على جبهة لبنان سواء من الأصدقاء أو حتى من أعداء المقاومة ولكن حقيقة الأمر بأنه التركيز يجب أن يكون بالأهمية استراتيجيا هو على البحر الأحمر ما يحصل في البحر الأحمر يعني هيك بعض الأرقام البسيطة ثلث شحنات سفن الحاويات يعني ثلاثل التوريد 33% منها معطلة وعن نتحدث نحن عن حجم تجارة 2.5 تريليون دولار عم نحكي عن 13% من التجارة العالمية هذا ما زلنا في إطار المساندة هناك فرق شاسع بين المساندة وبين أن تنشب حرب يعني نتحدث عن وقود مواد غذائية هذه ستتحول مباشرة ستتحول أسعارها إلى ارتفاع غير محدود ولكن في المقابل النقطة الأهم من يتضرر أكثر من البحر الأحمر لأنه في مواقف في المنطقة غريبة اليوم نحن شاهدنا تنديد مصري شاهدنا فرصة عند المصريين كان أن يدخلوا في إطار التنديد لماذا؟ لأنه 45% من الحاويات التي تمر عبر قناة السويس لم تمر وتوقفت وهذا ضرر كبير بالنسبة للأوروبي لماذا لم يشارك الأوروبي؟ لأن التركيز اليوم يجب أن يكون على جبهات المساندة جمهورية الإسلامية في إيران غيرت استراتيجية منطقة غرب آسيا عندما دعمت جبهات المساندة وعندما دعمت فصال المقاومة في فلسطين الصامد اليوم هو داخل كتاق غازي الصامد هو الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية اليوم الفلسطيني تحولت قضيته كان يطلب من المجتمع الدولي اليوم يواجه لا يتنازل في المفاوضات حتى الآن فصال المقاومة لم تتنازل في المفاوضات جبهات المساندة لم تتراجع وفي نفس الوقت ردعت العدو لبنان اليوم أوقف العدو ويمنع أن يذهب باتجاه المعركة بالإضافة لهذه النقطة هيك نقطة أخيرة أذم كبيرة عند العدو عندما يدعو الحريديين إلى التجنيد البعض لا يقرأ أو لا يفهم بأنه هذه الدعوة تعني أنه عنده أزمة بالعامل البشري رغم أنه ذهب إلى الأحطيات ذهب إلى الجيش ذهب إلى المرتزقة وفي نفس الوقت اضطر إلى الحريديين هذا يعني بأنه عنده أزمة وهذا يعني أنه هذه الأزمة لديها تأثير على المستوى الشعبي لديها تأثير على المستوى السياسي ولديها تأثير على المستوى الاقتصادي نعم بكل تأكيد دخل الاحتلال في معركة استنزاف كبيرة وكونك تحدثت عن الساحات يحاول أمريكيون وكذلك إسرائيل الفصل فيما بينها ولكن هي ساحات موحدة لها أهدافها وبلا شك كل هذا الضغط يفسر ما يجري من تهور إسرائيلي أيضا وهو أقرب للتخبط كما قال الدكتور نهاد خنفر دكتور نهاد يعني من يستمع إلى كلمات الخارجية لبريطانية ووزيرة الخارجية لبريطاني حول ما جرى من جريمة استادة فالطاقم الإغاثي في جنوب قطاع أو في وسط قطاع غزة لم نلمس هذه اللهجة المنددة بشكل كبير لو كانت غير إسرائيل من افتعلت الجريمة أو ارتكبتها كان ربما الأمور أبعد من ذلك بكثير لهذه الدرجة تخشى بريطانيا على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل خاصة في وسط هذه الحرب اللا أخلاقية التي تدار بتحت سقف الإبادة الجماعية علينا أن ندرك أولا وأن لا نتردد في معرفة بأن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ومجموعة أخرى من هذه الدول هي ليست بموقع الحليف لإسرائيل هي بموقع الشريك يعني كل هذه الدول عبرت عن شراكتها التاريخية مع إسرائيل وفي هذه الحرب على وجه التحديد تجلت الصورة أكثر وأكثر إلى توضيح ما مدى الشراكة العضوية بين هذه الدول وبين دولة الاحتلال ولهذا نجد بأن المواقف السياسية والدبلوماسية تغيرت حقيقة مع الوقت حتى التصريحات التي تصدر عن هذه العواصم أو بزراء الخارجية كانت لغة مختلفة عما تم إصداره من مجموعة تصريحات وبيانات داعمة لدولة الاحتلال في بدايات الأحداث أي بعد السابع من أكتوبر مباشرة الآن هذا يجري ويجب أن لا نتغاضى عن الضغط الذي يشهده الرأي العام الأوروبي الرأي العام الأوروبي الآن أصبح وسيلة ضاغطة قرأت بعض التحليلات وكانت تحليلات واقعية بأن لندن على سبيل المثال تحولت إلى عاصمة المناهضة لدولة الاحتلال ولدولة الفصل العنصري وهي التي تلعب دور رأس الحرب في تجريم الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة الآن هذه المواقف التي بدأت تتغير وإن كانت ببطء هي تتغير طبعا تحت ضغط الرأي العام وإن كانوا لا زالوا يحاولون الخروج ببعض التصريحات المعتدلة لكن الصحافة البريطانية على سبيل المثال وتحديدا ما يقال لها الصحافة الرئيسية والصحافة شبه الرسمية كلها دون استثناء وهذا ينطبق طبعا على محطات الراديو أو الإذاعة المحلية والوطنية كلها بلا استثناء هاجمت وتحدثت بلغة قاسية أنا شخصيا لم أعحبها في السنوات الطويلة الماضية وبالتالي كل هذه التحولات تعطينا مؤشر بأن دولة الاحتلال ذاهبة إلى عزلة وأن بعض هذه الدول تخشى أن تكون مشمولة بهذه العزلة لأن مجموعة واسعة جدا من الانقسامات السياسية التي تحصل الآن في أحزاب المعارضة وفي الأحزاب الحاكمة وهذا مؤداه طبعا إلى تطور أو تحول الموقف لما تشهده الأفعال الإجرامية الإسرائيلية لكسر أو لتجاوز لكل الخطوط الحمراء التي أعتقد بأن الكثير الآن يدرك بأن إسرائيل وهذا قرأته في أحد الصحف الرئيسية هنا بأن إسرائيل الآن كسرت كل الحواجز وأصبحت دولة خارج عن السيطرة وعندما يتم الحديث عن دولة خارج عن السيطرة فنحن نتحدث إذن عن لغة مختلفة وأن هذه الدولة يجب أن تعاد إلى رشدها وأن كل ما يحصل في هذه الدولة يؤثر على الأمن والسلم العالمي لم أشهد هذه اللغة حقيقة في وسائل الإعلام الرئيسية التي لطالما دافعت عن الموقف الإسرائيلي بل وقامت بطبيضه في كثير من المناسبات وحاولت أن تقوم بطبيضه في المجازر المجازر التي حصلت بعد السابع من أكتوبر وبالتالي أنا أعتقد صحيح بأن الرسميين أو وزراء الخارجية لا زالوا متحفظين في مهاجمة أو انتقاد دولة الاحتلال بشكل حاد ولكن أعتقد أن ضغوطات الرأي العام ستدفعهم باتجاهات مختلفة وهذه الاتجاهات الآن تدخل إلى ساحات البرلمانات وتدخل إلى الأركان الرئيسيين في كثير من الأحزاب المعارضة عبر أوروبا وبالتالي أصبح هناك ميزان آخر يمكن أن نقرأ بها الأمور هو ليس طبعا لأننا سنشهد هذه التحولات بشكل سريع ولكنه متسارع قطعا ويجب أن نعتمد أكثر في حقيقة الأمر على المبادرة وقدرة الرأي العام على التغيير ولكن كما نعرف لأن هناك علاقة عضوية استراتيجية وشراكة فليس من السهل أن يتم تفكيك عرى هذه الشراكات بشكل بسيط ولكنه ذاهب في هذا الاتجاه نعم سيد زكريا زكريا يعني مصادر المقاومة الفلسطينية أكدت الميدين أن الصيغة الجديدة التي قدمتها إسرائيل مؤخرا لا تعالج قضايا الرئيسية التي تصر عليها حماس والمقاومة الفلسطينية هل ترى أن العملية التفاوضية بهذا التسويف الإسرائيلي للوقت سيؤخر مسألة تحقيق خرق إيجابي في عملية التفاوض وبذلك ما العنوان الأنسب للمرحلة المقبلة ماذا تحمل من سيناريوهات بحسب تحليلك أعتقد أن الأيام المقبلة ستحمل هجوم على رفح والإسرائيلي يحاول أن يقنع الأمريكي والرأي العام بشكل عام بأن الحلول في رفح أخذ الأسرة سيكون من رفح هو يعتمد على بعض المعطيات وبعض المعلومات وهو حاول في المرحلة السابقة القيام ببعض الخروقات الداخلية من خلال ما قام به مثلا إرسال مجموعة لماجد الفرج معطياتي من كتاب غزي بأنه اليوم هذه المجموعة يتم التحقيق معها وأصبحت رهن الاعتقال ويتم التحقيق معها والهدف الذي كانت تقوم به في السابق خلال الأسابيع الأخيرة حاول داخل رفح أن يجند بعض المجموعة أو ما يسمى بأطابور الخامس لم ينجح في هذا الأمر حاول الإسرائيلي كذلك الأمر بمرحلة معينة مع العشائر كذلك الأمر ما حصل لم ينجح هذا يعني شيئا الشيء الأول بأنه لم يعد لديه حلول إلا الدخول إلى رفح لأننا نتحدث نحن عن آداء واضح بأنه يذهب باتجاه الهروب إلى الأمام سواء في العملية التي حصلت في سوريا سواء حتى في معركة رفح هو يذهب إلى الأمام لأنه لا يوجد لديه أي حلول هو خسر كل شيء خسر الميدان في الميدان خسر لم يحسم عسكريا كيف سيقنع الأطراف ما دام هو يرفع عالم الخسارة ويدرك ذلك الجميع هو في النهاية يوجد تباين كبير نتنياهو يتصرف اليوم وكأنه حتى خسر منصبه السياسي حتى خسر المحيط اتلافه وخسره حتى مع الحرائدين هناك إمكانية أن تسقط الحكومة فإذا سيسارع إلى تأديري سيسارع إلى معركة رفح وبعض المعطيات من دو غطاء الدولي طبعا الغطاء الدولي أنا عندما تحدثت بمعنى موافقة أمريكية كونه يحاول الأمريكي موافق على كل ما يكون به الإسرائيلي الإسرائيلي هو زراع أمريكا وبريطانيا في منطقة غرب آسيا عندما أنا تحدثت عن شيء مهم هو البعد الجيو اقتصادي للخارجي الأمريكي في هذه المرحلة بالذات العالم يتغير العالم لم يعد عالم القطب الواحد فلذلك البعد الاستراتيجي للأمريكي والبريطاني بأنه إذا ذهبت إسرائيل يجب أن نبحث عن شيء بديل ولكن في نفس الوقت هناك مرحلة سابقة من عام 2018 حتى يومنا هذا أحد الأسباب الغير المباشرة هي التبدلات التي حصلت في المنطقة تبدلات كبيرة وهائلة يعني الدول الخليف ذهبت بشكل كبير باتجاه العدو الإسرائيلي الأمريكي اعتقد بأنه أنجز شيء لم يكن قادر أن ينجزه خلال يمكن عشرات سنين اليوم عندما ذهبت هذه الدول معركة طفان الأقصى دمرت كل ما حصل معركة طفان الأقصى ردتنا إلى ما قبل العام 1967 معركة طفان الأقصى عملت تحول في المنطقة معركة طفان الأقصى ثبتت الاشتباك بين محور المقاومة يعني هذه المعركة لم تعد محصورة في قطاع غزي فلذلك ما يقوم به نتنياهو هو بغطاء أمريكي وغطاء بريطاني لماذا فقط غطاء أمريكي وغطاء بريطاني لأنه الأوروبي البريطاني أصبح خارج الاتحاد الأوروبي الأوروبي فرنسي الألماني الإسباني الإيطالي متضرر من سياسة الخارجية الأمريكية لماذا؟ لأن هذه الدول لا تمتلك ثروات هذه الدول تعيش على الصناعة الداخلية أنا كنت عايش بفرنسا وبعرف المجتمع الفرنسي يعيش في إطار الاستيراد الاستيراد والاستهلاك لا يمتلك ثروات لا يمتلك الغاز لا يمتلك النفط حتى أسعار الغاز والنفط في أوروبا مع الحرب الأوكرانية تطورت وارتفعت بشكل كبير رغم أنها كانت قد ارتفعت قبل المعركة في أوكرانيا فإذن هذا التحول الاستراتيجي أفقد أوروبا إمكانية أن يكون لديها موقف مؤيد علني بشكل مباشر لذلك قبل المعركة في البحر الأحمر أنا كنت تحدثت بشكل واضح قلت لهم لا يمكن أن يدخل الأوروبي كذلك الأمر لا يمكن أن يدخل الخليجي فإذن ما يحصل اليوم بأنه لا يوجد حل أمام نتنياهو إما أن يحصل تحول داخلي داخل إسرائيل يسقط نتنياهو وتتوقف المعركة لأنه تكون هذه الخسارة أفضل من خسارة كل شيء بالنسبة للدولة العميقة بها الكيان الصهيوني أو بأنه يذهب إلى معركة رفح أنا بتأديري وبحسب المعطيات عنها بأنه سيذهب إلى معركة رفح خلال أيام هذه المعركة بحسب معلوماتي من قطاع غزة بأنه هناك جهوذية هناك جهوذية عالية جدا على مستوى المقاومة المقاومة من 48 ساعة كانت تقاتل في الشمال المقاومة استوعبت كل محاولات الخروقات الداخلية فإذن المقاومة داخل قطاع غزة أعادت ترتيب صفوفة في نفس اليوم كان هناك معركة في الشمال ومعركة في الوسط ومعركة في خان يونس وتم إخراج العدو الإسرائيلي من مجمع الشفاء تم إخراجه ولم يخرج لوحده تم إخراجه من مجمع الشفاء فإذن المقاومة داخل قطاع غزة ما زالت تتحكم بالقيادة والسيطرة داخل قطاع غزة في رفع هناك جهوذية وهناك معطيات إضافية بأنه في أسلحة نوعية لم تستخدم في باقي المناطق ستستخدم في معركة رفع فإذن العدو بتقدير هذه التقديرات وهذه الرؤية يمتلك فهو سيحاول أن يمنع معركة رفع ولكن نتنياهو ذاهب إلى معركة رفع إلا إذا حصل شيء داخلي في إسرائيل نعم هنا أسأل الدكتور نهاد يعني الأمريكيون حتى اللحظة بحسب ما يسرب بالإعلام الإسرائيلي غير مقتنعين بما يقدم إسرائيليا حول عملية رفع العملية المحتملة طبعا يقال في الإعلام الإسرائيلي إن واشنطن لا تريد تكرار ما جرى بمدينتي غزة وخان يونس في رفع ما الذي جرى هناك وفق الرؤية الأمريكية ولا تريده إدارة بايدن أن يتكرر طبعا بعيدا عن يعني مسألة الملف الإنساني الذي تتبجح فيه الولايات المتحدة وطبعا هذه كذبة لا تنطلع على أحد كون الجرائم مستمرة بتغطية أمريكية هناك تفسير باتجاهين الاتجاه الأول يقول بأن نتنياهو لا يريد أن يدخل لرفع لأن هناك معطيات كثيرة تقول بأن الجيش مرهق هناك سحب ألوية متوالي من قطاع غزة وهناك تخوف وقلق حقيقي من تفجر جبهة الشمال مع حزب الله في الجنوب من جنوب لبنان وهناك معارضة دولية دعني أقول أنها معارضة قوية وبالتالي تهديد نتنياهو بالدخول إلى رفع أو بالقيام بعملية رفع أعتقد أنها تلعب في صالحه دون أن يدخل يعني هناك قدرة لدى نتنياهو على وجه التحديد وربما الجيش أيضا وكما قلنا الدولة العميقة يعني كل مكونات دولة الاحتلال لأنها تطيل بالنسبة لنتنياهو من أمد وجوده في السلطة فكلما تأجلت عملية رفع بالتالي تأجل ما سماه بالنصر الحاسم وهذا النصر الحاسم يبدو أنه لن يتحقق لأن أقل من النصر الحاسم لم يتحقق وبالتالي وجود هذا الخطاب لدى نتنياهو هو عامل تسويف وتأجيل لخروجه من السلطة أو للوصول إلى تسوية مع المقاومة في المفاوضات الجارية بالنسبة لتبادل الأسرة وبقية التفاصيل بالنسبة الاتجاه الآخر يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية هذه الإدارة الأمريكية وجدت نفسها يعني تحت ضغط هائل يتعظم هذا الضغط الحزب الديمقراطي يتعرض لانتكاسات انتخابية في استطلاعات الرأي ويبدو أن هذه الاستطلاعات تعطي مؤشرات حقيقية وجدية تستشعرها الإدارة الأمريكية بأن بايدن قد يخسر الترشح أو قد يخسر الانتخابات القادمة بفعل الأصوات المعارضة لموقف الإدارة الأمريكية من حرب الإبادة في قطاع غزة إذن عندما تتقدم الإدارة الأمريكية ببعض الاقتراحات وتقوم بإبراز المعارضة الجدية لعملية رفاح وأنها مهتمة بالمدنيين ومهتمة بخطة إسرائيلية بإخراج المدنيين من بؤرة الصراع هي عملية تجميلية تفيد الإدارة الأمريكية وبالتالي نيتنياهو وبايدن معنيان إلى حد بعيد بالتسويف في عملية رفاح فمن جهة أحدهم يقول أنني من يمنع عملية رفاح لأنني لا أتفق مع الشروط الإسرائيلية في إدارة هذه العملية وبالنسبة لنيتنياهو هو يقدم الكثير من الحجاج بأن الأمريكيين هم من يمنعونه من تحقيق النصر الحاسم وبالتالي علي أن أبقى متأهبا للدخول إلى رفاح لعل وعسى أن نقوم بحسم هذه الحرب بتدمير الألوية الأربعة المتبقية لدى كتائب القسام أو المقاومة الفلسطينية وربما الضفر ببعض الأسرى الإسرائيليين واختيار قادة المقاومة وكلها أهداف في حقيقة الأمر نسمعها من بداية هذه الحرب المتوحشة والجشعة ويبدو أنها لا تلوح في الأفق لا يلوح أي تحقيق لأي من هذه الإنجازات في الأفق القصير أو المتوسط وهذا ما يقوله الخبراء العسكريون لدى دولة الاحتلال هم الذين يتحدثون بأن كل هذه الأهداف هي أهداف يعني جعلت إسرائيل تقفز في الهواء ولكن لم تعطها السلم للنزول إلى الأرض وبالتالي أعتقد أن هذه مصلحة متبادلة مشتركة بين نتنياهو من جهة وبايدن من جهة وبناء على ذلك أشكك إلى حد ما بأن عملية رفاح قد تقع في وقت قريب على الأقل أو ربما لا تقع نهائيا نعم دكتور سأعود إليك بكل تأكيد سيد زكريا الآن وسائل ألام إسرائيلية تتحدث عن سماع دوي انفجار قرب قاعدة عفدة الجوية في وادي عربة ولم يتم يعني اعتراض المسيرة التي تم الحديث عنها قبل تقريبا ساعة ونصف ساعة من الآن ربما الأمر مرتبط كما مسيرة إيلات قبل يومين والتي أطلقتها المقاومة الإسلامية في العراق إذا المنطقة تغلي بسبب التوتير الإسرائيلي في غزة وفي دمشق وفي لبنان وغيرها أيضا وبسبب طبعا التوتير الأمريكي بتغطية على هذه الجرائم وأيضا في البحر الأحمر واضح بأن كل الإجراءات كل الجرائم لن تمر من دون رد وهذا ما نشهده بالتصاعد المرحلي في جبهات الإسناد ماذا تقرأ في الجبهات في موقعها الحالي وهل تتوقع زخما أكبر بحيث لا نعطي المحور الأمريكي الإسرائيلي إمكانية الحرب الإقليمية على سبيل المثال كما يقول أعلام الإسرائيلي بأن نتنياهو يجر الولايات المتحدة إليها لو كانت حسابات الولايات المتحدة الأمريكية بأن لديها قدرة أن تخوض حرب إقليمية فكانت قد خاضطها منذ بداية المعركة إلى جانب العدو الإسرائيلي ولكن اليوم ما حصل العمليات التي تقوم بها الفصائل العراقي وهون خليني شدد على دور مهم لحركة النجباء بالعمليات التي تحصل من العراق ودور مهم استراتيجي في البيانات الأخيرة التي أطلقت من الفصائل العراقية نرى بأن هناك رسالة استراتيجية ضرب مطار بنجريون ضرب محطات كهرباء ضرب قواعد عسكرية حساسة والضرب الأخيرة في إيلات هذه الضربات هي عنوان رئيسي بأن هذه النقاط التي تم قصفها هي باتت أهداف مشروعة وعندما تتطور المعركة أو خان قول عندما يحصل تطور في المعركة ربما هو مرهون بمعركة رفح سيكون هناك ضربات في هذه النقاط أشد إليمن بالنسبة لموضوع اليمن اليمن الأهمية الاستراتيجية لليمن بأن ما يحصل هناك إرباك للأميركي الإميركي توقف عند موضوع اليمن كان مجبر أن يدخل في المعركة هو تورط ولكن هو أراد أن يكون حجم العمليات بهذا القدر لا بد أن نذكر نقطة مهمة جدا بأن ساحة العراق وساحة اليمن بتقديري بحكم الجغرافية الجغرافية الواسعة جدا يشكلون إرباك أكثر من ساحة جنوب لبنان لأن ساحة جنوب لبنان على المستوى الجغرافية هي تعتبر ساحة ضيقة ولذلك أنا تقديري بأنه إذا كان هناك توسع للمعركة على مستوى جبهات المساندي ستبقى جبهات مساندي ولكن الزخم والقدرات ستتكاثر بتقديري من العراق ومن اليمن أكثر من الجبهة الجنوبية الجبهة الجنوبية أهمية أنها جبهة مواجهة 160 كيلومتر استنزفت العدو الإسرائيلي على مستوى المضادات الدفاع الجوي وعلى مستوى العديد البشري 160 كيلومتر أنا أقول لك بحسب المعطيات أنه على طول 160 كيلومتر هناك نقاط محددة أي صغرة تحصل فيها سيكون هناك اكتحامات إلى داخل الكيان الصهيوني فلذلك هذه جبهة أهمية 160 كيلومتر العدو الإسرائيلي حاطت فيها إمكانات بشرية هائلة عندما قامت المقاومة في جنوب لبنان بكصف نقاط التجسس وهذه العمليات البعض كان يأخذها على إطار أنه هذه الضربات عادية تكرار ضرب المواقع ولكن هنا تم إعماء العدو فاضطر إلى الكدرات البشرية أو إلى بعض المسيرات للمراقبة لذلك هذه الجبهة لها أهمية ذات بعد معين وجبهة العراق واليمن لديها أبعاد أخرى هناك قدرات موجودة في العراق لم تستخدم حتى الآن هناك إمكانيات وقدرات في اليمن لم تستخدم حتى الآن لأنه عنوان هذه الجبهات هي جبهات مساندة طبعا جبهة جنوب لبنان لم يتم استخدام يمكن إلا ما لا يتخطأ الخمسة بالمئة على مستوى النوعي وعلى مستوى الكمي فلذلك هذه الجبهات دورة أساسي واستراتيجي لا بد أن نقول بأن صمود قطاع غزة حتى الآن في هذه المعركة مدة ستة أشهر أطول معركة يقودها كيان سببه بكل تأكيد هنا أسأل دكتور نهاد وكوننا يعني عرجنا إلى مسألة الشمال وهي الجبهة التي تؤرق لاحتلال كثيرا طبعا إضافة إلى الحدث الذي وصف بالخطر في إيلات وأيضا هناك ربما حدث أيضا مكرر الآن كما نستمع أن هناك انفجار قرب قاعدة عفضة الجوية هناك تصعيد من قبل المقاومة الإسلامية في العراق وكان لافتا أيضا تبني حزب الله السهداف مستوطنة جيشر هازيف القريبة من نهارية ويعني قرأها الإعلام العبري على أنها خطوة إلى الأمام كونها مستوطنة غير مخلية من السكان ماذا تقرأ في هذه التطورات لا أقرأ بشكل عام بأن ما أسميه أو ما يسميه البعض بأنها يعني جبهة تضامنية أنا أعتقد بأن بأننا نتحدث عن حرب استنزاف وهو الموضوع بأنها لم تعلن تقنياً أو من باب تقني على أنها حرب مفتوحة لكنني أقرأها أنها حرب استنزاف وهي حرب مكلفة جداً للإسرائيلي لأنه أعتقد بأن أكثر من نصف الجيش يعني الإحطيات والنظامي موجود على تلك الحدود هو ولا نتحدث عن مجرد قلق عابر من أن هذه الجبهة ستفتح الموضوع أن الجبهة الآن تقوم حقيقة باستنزاف واسع لقدرات الجيش الإسرائيلي وهذا بحد ذاته يعني يأخذنا إلى منطقة أخرى وهو المقارنة بين القدرات الموجودة في غزة والقدرات الموجودة لدى حزب الله وهو قرأت مطولاً في الأيام الأخيرة لمن يعرف بنبي الغضب لدى الإسرائيليين الذي قال بشكل واضح بأن الحرب إذا ما أعلنت بشكل تقني وراحت إلى حرب مفتوحة في جنوب لبنان ستكون كلفتها أكثر بألاف المرات هذا ما يقول شخص خبير أنضى في الجيش الإسرائيلي برتب عالية جداً حوالي 35 إلى 40 عاماً وهو يحذر ويقول بأنها إذا أعلنت هذه الحرب بشكل رسمي فهو كما يعتقد بأن إسرائيل فعلاً من ناحية وجودية ستكون قد وصلت إلى ساعة الصفر التي تم التحضير منها في الخمسين أو الستين سنة الماضية وبالتالي هي جبهة ليست جبهة يعني يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي بالمناسبة يعني أولاً البعد الجغرافي له دور في هذا الموضوع مساحة الجبهة لها علاقة في هذا الموضوع وقدرة المقاومة أو القدرات التي أثبتتها المقاومة بأنها قادرة تكنولوجياً قادرة من ناحية الأمنية ويبدو بأن الإسرائيل قد وصل إلى استنتاج بأن هناك عقلية استراتيجية تقوم بكافة المهمات للجيوش الحديثة والمتطورة وهذا ما أعتقد بأنه الذي يضع الخط الفاصل ما بين أن تقدم إسرائيل على خطوة هوجاء وبالتالي تذهب الأمور بالنسبة للإسرائيل أنا أشكرك دكتور نهاد خنفر الأكاديمي والمحلل السياسي على هذا التحليل كنت معنا من لندن وأشكرك سيد زكريا حمودان مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والأحصاء ضيفي في الميادين على إثراء هذا النقاش مشاهدين إلى اللقاء مشاهدين إلى اللقاء